نعم تلك الجلسة توجد بـ 97 صوت ضد رئيس البرلمان وأفقدت مشارئته وأفقدت وجوده على رئيس البرلمان من الناحية السياسية ومن الناحية الاعتبارية لكنه يصر على مواصلة المشوار داخل البرلمان ويصر على مزيد سوء إدارة هذا المجلس اليوم هناك عريضة جديدة لسحب أثيقة من رئيس البرلمان هذه العريضة انطلقنا فيها وأوضعناها من حديث جانب في 2021 ثم باتفاق الكتل التي توافق على هذه العملية تم إسماء الأمر إلى بعض النواب المستقلين لكي يجمعوا الإمضاءات من بقية الكتل 16 إمضاء لكتلة حكم الدستولي الحر موجودة بقية الكتل تقول أن الإمضاءات موجودة وأنها تجاوزت حد معين في الحقيقة إلى حد اليوم لم نرى أمامنا سوى 16 إمضاء لحذب الدستولي الحر لكن الجميع يتعهد ويقول أن الكتل منذية وهي تنتظر النساب القانوني وطلبوا مننا أن قدر بعض الأيام للكشف عن العدد النهائي وإداع هذه العديدة بتريقة رسمية نحن ننتظر منهم الوثاء بهذه التعاهدات ونضع هذا الموضوع بكل جديد سيدة عبير الكتينة تسألون هل أصبح لدوشي متعداً من السيون عبير موسي بعد أن طعمت بحملة صدحة بأمرضة الإخوانية وخاصة بالأولى الأخيرة أظهر أن تصبح عبير الرائي أحتمالية أخصومه للإنساني على أغنابية برلمانية بحال خل مجلس دواب الشعب هو من الواضح أن هناك ارتباك كبير والارتباك يعني يدل عليه هو نجوهم إلى العنص الارتباك واضح باعتبار أنهم يخطئون كل يوم الارتباك واضح من خلال إصرارهم وتجندهم على حشب الجميع لإخراس صوت الحزب الدستوري الحر وكل ما فعلوه في الأيام القليلة الفارتة ترجمة نانسي قنقر